السلام عليكم بناس كديري البس عليكم مش خباركم كنتمنى ان شاء الله تكونوا باخير تكونوا في احسن الاحوال وامركم دائما دائما نهانية يوم شاء الله فيديو جديد قرتي جديد كنتمنى انويني الاعجاب ديالكم ويجبكم مهم هنا كيف ما كتشوفو قبل نبدو ان شاء الله الفيديو ديالنا بصارة والسلام على رسولي ده مهم هنا كيف ما كتشوفو خديت هات الصاشيات مهم صغارين صراحة يجبوني ويعني كيتسدو خاقع نديرو في هم السوائل بحل ما طيشها ولا شي حاجة في كونجلاتور تتسدو عامليين وزوينين مهم كتخديتهم تقريبا بواحد رسولي درعين اخبرتهم عامليين وفيهم خمسين الصاشية يعني خمسين كونجلاتورها هذا كل يوريتكن اللوليين كونجلاتورها ناخدهم من نبيم فيهم خمستاشر وحدة بخمستاشر درعين يريد كل وحده تقريبا دير درعين صافي هنا كنت بشيت المرجين لديت المركز 17 درهم أخذت هذا الشيء لديك شيء طائب لديك شيء في كونجلاتور وشيء شيء و هنا صيبت المركز الحامض سوف نشاركه معكم إن شاء الله و هنا مركز الليمون هذا هو البنات مهم بالنسبة لهذا المركز سوف نشاركه معكم و هذا القشور الليمون و القشور الحامض سوف نستعملون في الكاك في حرشة مهمة كيف نسموه ليه إذا أردت أن نسموه ليه و هذا الشيء اللي كنتم معي مهم بالنسبة لهذا الفيديو اللي وجدت في هذا العجائر اللي شاركته معكم قبل و هذا الشيء اللي كنتم و هذا الشيء اللي كنتم في الصراحة في النين اللي باقيت و حتى هاد الحاق هاد الهامبورغت حتى هم بفنين راني كنتم شاركته معكم ما يلا بغيتوا الفيديو هتلقاه في الفيديو اللي قبل من هذا يعني الفيديو اللي حطيت البارح صافي هات الشيليكين و مهم هنتم ما معي بكل نص ديال الدقيق خرجت قريبا كيف ما كتشوفو كيمية لا بأس بها و غادي تحتان نحنا غادي نرتاحو و لو بغينا غير نوجدو نعمرو شي حاجة غادي نوضو نعمروها و يعني ضيعة ما قال عجن ما قالتو شي حاجة نصفين هنا كيف ما كتشوفو راني عجنت حطيت صقيقه و اينس هيا هنايا مهم هيا معاوناني حطيت لي الببينيو فيها تيت فيها جافل و حطيت لها باش تواصل لي للمعين هات الشيليكين مهم غير بلت شوية ديال القمح و اشي حاجة غدين قرصها بالقمح و اشي حاجة غدين قرصها بالقمح و اشي حاجة غدين قرصها شيء هذا شيء لكينا لبنات مهم نتمنى ان شاء الله الفيديوين الاعجاب ديالكم ويجبكم وللي اخطيكم شكرا لكم على الدعم ديالكم والحب ديالكم بالنسبة للمركز ديال الحامض معاشوش غادي نشاركو معاكم في الفيديو ولا في الفيديو الجاي مهم مهم هنتم معي ان شاء الله صراحة زوين لبنات كي نفع في العصائر كي نفع بزاف في الصيف في رمضان يعني نقدر اننا نستغلوا الوضع كأن الحامض ديال 3 الدرام يعني رخيص ونصيبوه نوجدوه صافية تشيليكينا لبنات يعني غير كاس من هاد المركز كنديرو في ايطر ديال الماء وتقدروا انكم يعني تشربو غير هاك كاك يعني يديروه مع ايطو ديال ما تخلطوه تقيسو معاه اوراق ديال النعناع وطريف ديال الحام ديال سكنجبرطري صافية تشربو الصراحة كي يجي منيش وزوين هنا النوسة ها هي مهمة حكات الموان وده بغادي تبدأ قتلاري نشلل ليك ما بغاديش ما خلاتنيش غادة تبدأ تشلل هاكو تحط هنا مهمة لكم عارفين الوليدات هاكو بقين صغار ما قتل يا ماما نعاونك ماما نعاونك صافية حتى قتلها اجي بتي تعاونيني اجي وصلين موان يباو ها تشلي كينا البنات انا ارني اجنت ودعبة غادي ندوس باش غادي نقرستها و لولي بتاع هاكو باش غادي خليتها رتحت وحت خمسة دقيق وغادي نبدأ بأول وحدة اللي اللي قرست صافية مهم كيف ما كتشوفوا انا مددش خبز كبير دت خبيزة صغيرة ورين ودرت هاكو عجي اللي مبقاش ناجين وهاكو واحد اليومين اولا ثلاث احتي سلي لي عدفاش ناجين وشي حاجة غادي نخرجها بضبوط وشي حاجة غادي اه وشي حاجة كي قلت لكم غادي ندخليها هاكو خبيزة اه الخير جاهز قرح الماما كنت مننا ان شاء الله الفيديو هنا الاعجاب ديالكم لاعجبكم لاعجبكم متبخلش اخدكم باللايك والبرتاج للقناة مع الاهل ومع الاصدقاء ديالكم وشكرا لكم بزيف بزيف مهم غادي نحاول ما امكان باش مقا نحط لكم كلنا الفيديو ودائما في النطاق ديال التوفير ومهم غادي نشارك معكم ان شاء الله حوي جاتلي بسيطة وكيف توفري وكيف يعني ما تصرف بزيف ومت ما تحرم رأسك من تشي حاجة هاتش اللي كينا لبنات وهنتم معايا ان شاء الله في هاد الفيديو وهلي خطيكم هاتش سوف انا ترى المواعن اللي حكيت رام شلاتهم وبقي لها كل المواعن الاخرين اللي بقي بالحكين مويم انا نقيت لها المواعن وحي يتم من ومك تسام ودك شي وقت لها اغسلي معايا الكويس اما لان كانت حاجة تقيل رام لا يمكن ربقة صغيرة لا سوف اغسلها من طبي الحال نكمل القراص ونغطي ونخلي ها يخمر ونرجع معاكم اغطيت الخبز خلي يخمر سوف اجت هنا انا سمع اغسل و تحط ما اعرف ترتب اجت هنا كيف ما تشوف صبا اعرف كيف سوف ندوز هذه البطاج اللي عجنت فيه وقرص فيه الخبز نمسح ونوجد هكو اغدايا ونوجد هكو اغدايا مهم يحيان مهم هكو الفيديو رسوعت في العطلة هنا يحيان وكان باقي في العربية ما كينش معانا صفي هنا كيف ما كتشوف دوز الشبك هكو بتيت بجاف ال البطاج ونمسح هنا صراحة ربعت صراحة ما بقيت لها شي حاجة كثيرة بقى لغا هات شي وقلت لها صافي غير سير راني نكمل وما بغيت قلت لي اللغ راني نكمل أنا بدي نكمل صافي صراحة خبز ونطيب شي حاجة شوية دي المخمار صراحة اشتركوا في القناة ان يراكم عارفين هاد الموع اللعبة كيكونوا فيها مواد حافظة مهم قلت ان شاء الله مهم دبا نشارك معكم جيم ماطيشا سوغيز ونشارك معكم سوس ماطيشا واسميتو سوس ماطيشا وبيتزا ونشارك حريرة ونشارك حمارة وكامون معلقة يسكين جبير او لبلاش من هذا الوهد الحوايب صغير وراركم هاد شوفوا فوق هديك الخشبة قدرت واحد جمعها لقتقريبا دي لهاد السوس ماطيشا دي ال او لا حكوا واحد لمطيشا ومهم اللي متوفر لا يجب أن تقوم بتصوص الماطيشة ولكن لا نقول لكم على هذه المقايلات كيف يجو وارين سوف يكون مليحة وشوية الربيع مهم من تسبب الربيع أنه نقطعه وكان نرميه في كونجلاتور يجيني سهل بحلقة قوية ومهم مني كان أريد مني كان أريد الربيع أن ألقاه واجد سوف يكون هناك سوصلات الماء عن الخبز يخمر سوف يكون هناك مجموعة قطعتها كرقيقة سوف نحيض الزيت والعظم سوف نقوم بتحديد المقايلات وهم مواجدنا البنات مع شوية الفريس الحمد والله مني يحفظها من الزاوال كنت أتمنى إن شاء الله الفيديو من الإعجاب وإعجبكم وشكرا لكم بزيف لكم مني كنا نقرأ التعليق دي لكم كنفرح وكنتحفز باش نزيد نصور فيديوهات آخرين وخير لكم عارفين ماشي سهل أنك تبقي يومياً توزيل فيديو وتصوري ماشي سهل نهائياً راكم عارفين ما يعني خسكي توزي كاميراً تبقي تدوري هنا ودوري هنا وخسكي يعني 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 إضايات وجديه الحاجة اللي غدي توجديها خسكي تحطي تاني توجدي وخسكي تصوري والصور ماشي ساهل ولكن اللهم مالك الحمد مني كتقاية تعليق زوينا كتفرحي وكتقولي علاش لا ما نصورش وعلاش لا ما نتحفش أكتر يعني إلا كانتوا حط تعليق اللي إيجابية واللي زوينا بزاف يعني راكتشجك هاتش اللي كان صافي هناك كيفما كتشوفوا هدا وغدايا صافي هذه المقيلات من قول لكم عليهم كيفاش كي يجوا صافي هما طابط فايت عليهم والموعنات بصولين هنا هي البنات قطعت شوية ديال البعربة غدين ديالها شوية زيت البلدية وشوية ديال البصار وشوية ديال المايونيز هاكم الفوق هاتش اللي كان اللي بطبوط ها ورميتو غدي غدي نقلبو مهم إلا بيتو اللي بطبوط يتنفخ لكم كترموه قلبوه صافي در تمليحه وغدي ندير بزيره وشوية ديال الخل وكي قلت لكم شوية ديال المايونيز ويما عشرت البنات القرعة بقعة عامة وحلفتية لبا يعني مكتو بشت تكب صافي غدي نديرها في في طبيس لات ونطيب ها كل بطبط ونشعل الفران لأن الخبز يالله خمرة البنات غدي نشعل الفران باش نطيبو وننبشو ان شاء الله باش نتغدوه وفي ناس الوقت نقابل الفران هادش اللي كينا البنات وشكرا لكم سافزاف للدم ديالكم والله حتى كلمة شكرا قليلا 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 في حقكم ونشكركم الفيديو كامل وغدي نوفيكم حقكم وما تنسوش خدكم بواحد اللايك أمرا فضلا فضلا وليس أمرا يعني تبرتجوا مع أهل ومع الأصدقاء ديالكم سافي الناعية كيف ما كتشوفو غدي نحيد هادو ونرمي واحدين آخرين وانا ندوز هاد المواعنات الاحداية اللي يلا حطيت نحيدهم عليها باش ما يتجمعوش لي هكا المواعن بزيف سافي الناعية هامو هادو طاب غدي نحيدهم ونرمي الاخره س superficد كيف ما كتشوفوide عبراني اضعت ه pm المقيلت ه هماية و حتى الباربا seguir الخبيز أبعوش اللطفة بقالي هايا حد لم أضع سوف نقرب لكم مهم شوفوا هوا المخمر كيت نفخ من قولش ليكم مالي كيف يفجع المقيلة دي البوزرق ها موحتة وما جوا فنين مع شوية دي الفريط وشوية دي الباربة واللهما دي مانع ميار بيحفظه من الزاوية شوفوا البنات شتو مخمر كيفاش كيت نفخ سوف تخليه وشي خمر بزاف صفي هنا مهم تغدينا بشي ترتاحة واحد شوية غسلت المواعن هنا البنات غادي ندوز غادي نشارك معكم واحد الكيكة اللي كتجي صراحة خطيرة وزوينا بزاف هنا عندي ثلاثة ديال البيضات ثلاثة ديال البيضات وغادي عندي واحد المهم هنا هادوك القشور ديال الحامض درت منهم هاكا واحد المعلقاء صغيرة ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ثلاثة البيضاس كالسانيدة كاستع الزيت كاستع ضانون وكاستع الحليب وصاشي ديال الفاني صافي وغادي نبدأ نضحف اتقيق بشوي بشوي وانا كانت هنتقدرو هاد العملية انكم تخويوا في بانيو تديروا غير الطراب اليداوي وعندي هنا ثلاثة ديال الخمارات ثلاثة ديال الخمارات اللي بنات مهم درجوج وهو حيدة وغادي ندير واحد المعلقة ديال الخل مهم واحد سؤال بزاف بزاف كي جيني في فتعاليك بقولي يا سلمة واش انتي حاملة لا البنات انا ما حاملاش ومهم بزاف الاخوات كي سولوني ومهم انا جوب دابة في الفيديو لا انا ما حاملاش لبنات ايوات شليكين صافي النائعة غادي نجاتني شوية خفيفة نزيد واحد المعلقة ديال الطريق ونخلطها هكو غير بالمعلقة عاد فاش ننفرغها في هاد المول صراحة كي جبني هاد المول حتى الكيكة دياله كجي وارا وكتعجبني الكيكة ديال الخلطها هكو ديال اللي كنخلطها في هاكو في مونينيكس على انني نطربها بطرب اليداوي هاد شليكين صافي النائعة غادي نفرغ هاد الخالط في هاد المول وغادي ندخله الفران حتى الطيب وعاد فاش ارجع معاكم وما تشوفين هنتم معايا صافي البنات هاد شليكين كيف ما كتشوفو صراحة غادي لا تدير البيضات ولا كي را كتجي الكيكة طالعة كتجي في الناء وكتجي في الشوشة هاد شليكين وميم غادي اي حاجة جدرتها ان شاء الله في الفيديو غادي نشاركها معاكم وميم كي صاحب لي غادي نشارك معاكم وميم اسميتو دي الحامض اليوم ولكن ان شاء الله حتى الفيديو جاي هنا غادي ندير شوية دي هاد الفواكه ها معسالة كي صاحب لي كتكون في الحمار والصفار والخضر غادي شوية كوم الفوق لان اني ما كتعجبني هاد الكيكة منزين شليع الوجهة دياله كتعجبني بحلاوكن ديال فيها شي حاجة قبل ما تطيب وشوية ديال كاوكاو كونكاسي سوف ندخل على الفران ما يمهني كيف ما كتشوفو غادي نوجد شوية مشي بزاف ديال البغرير درت الكاس ؟ يا مرره منيท تلك الف faris وهاد كي صاحب المزينة تحطيل كي صاحب ال pongبukan متخلص سوف ندير تقريبا ناقد نسي ست مکس ديال فارس مهم ازarc الفرنا 3 متخل الصحب وهنا ينسي متخلص الفارس 2 متخلص الفرص هذا الكاث اللي أول دين الماء كاس ثاني كاس ثالث وغادي نشوف ونزيد مليحة وشوية دين الملح وخميرة حبيبات ويمكن الخميرة واحد مع القديل الخميرة وصافة اللي غادي تخمر لكم لا تكترويش بزيف لأنه أصلا البغرير مكيبش الخميرة بزيف وزيت جج كيسان مويم هاد الكاز غادي نزيدو كامل يعني خمسة الكيسان ديال ديال النمع قدر ثلاثة في الأول وزيت واحد وها واحدة وغادي نزيدو كامل وغادي نطرب هاد الخالط مزيان وغادي نزيد خمارة في اللخر خلي واحد اللخر صافي يا بنات هوا الخالط تشتو كيفاش خاصو يكون وزيت هاد الكاز يعني خمسة الكيسان ديال ديال النمع غادي نخلط مزيان ونغطيها ونخليها واحد خمسة دقيق عاد فاش نبدأ نطيب صافي البنات وكيف ما كتشوفو هادية الكيكا ديالنا جات هلية تشكل بنقوش لكم على البغرير كيف اججا جا شهوى منو جا غزالة البنات غيجا ربو انتو مخفيف مهم شارك شما كومني كتكن طيب ولكيكا جات رائعة كتستحق تجريبة شوفو اللي بناتش حاجة تفنة وجات زوينة بزيف صافي دوب شوية ديال زبدة ودية اللي سلبش غادي ندهن بها البغرير وخبيز اللي شاركت معكم في قبيلة اللي طيبت والله ما ديما نعمة يا ربي واحفظها من الزاوز هنا نقول لكم السلام عليكم خليت لكم راحة ونطلقوا ان شاء الله في فيديو جديد اشتركوا في القناة